نوع من أنواع الرباء الخفي لا يعرفه كثير من الناس ويقعون فيه بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور أحمد رجب فيديو جديد لو أنا سلفت حد فلوس ما ينفعش أقبل منه هدية ولا توصيرة ولا عزومة النبي قال عليه الصلاة والسلام إذا أقرض أحدكم قرضا ثم أهدي إليه فلا يقبله ليه؟ ما أنا لو سلفتك واستفدت يبقى أنا خدت زيادة على السلفة كأن ادتك ألف وخدتهم ألف ومية بس مش ميت جنيه ألف وعزومة ألف وأكلة ألف وهدية لا مدام سلفت ما خدش إلا لو كان في يعني عادة بيننا يعني إحنا كل يوم جمعة أنا بعزمك على الفطار وأنا مستلف منك فلكن أنا متعود على الموضوع ده ملوش دعو بالقرض سواء استلفت ما استلفتش أنا بعزمك على الفطار كل يوم جمعة دي ما فيهش حاجة إنما لو ما فيش بيننا عادة مسبقة وأنا مستلف منك ألف جنيه ما ينفعش أديك هدية ولا أنت تقبلها طب لو أنا أديتك هدية أنا اللي استلفت فلوس أهو مدام أنا استلفت فلوس ما ينفعش أديلك هدية يا اللي سلفتني طب لو أنت تحرقت مني وجبت لك هدية قال العلماء يجوز بشرط أن تخصم من قيمة الدين أنا أديتك هدية بمئة جنيه وأنت ألف أه يبقى كده تسعمائة جنيه أنا عايز منك تسعمائة جنيه أو تدي له هدية بنفس قيمتها بعد كام يوم تدي له هدية إنما ما تستفتش في بعض الناس بيسلف ويجي يقول له إيه بقى اشتري لي الحاجة الفلانية مثلا والتاني مكسوف لأنه مستلف منك فبالتالي إيبقى أنت استفدت من القرد بتاعك مدام استفدت من القرد بتاعك هدايا ونحو ذلك يبقى أنت كده وقعت في الربا الخفي خلي بالك ومدام أقردت ما تخدش من اللي أنت أقردته أي هدية ولو خدت هدية لاتخصامة لدي له هدية زيها دعاموا الفيديو بشير ولايكم من شرف القناة شوفكم مرة الجاية والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر